أروح في هذه اللحظات إلى الكاتب الصحفي الكبير وأستاذنا الأستاذ أيمن بدرة الناقض الرياضي ورئيس تحرير أخبار الرياضة أستاذ أيمن تحياتي ليك وكل سنة متطيب من روسيا معنا على التليفون يطميننا عن استعدادات المنتخب وحمد الله على السلامة الله يسلمك أستاذ محمد تحياتي لحضرتك تحياتي لكل أستاذ المشاهدين كل عام ومصر كلها بخير نحن نختم شهر الكرامات وشهر المغفرة وشهر رمضان إن شاء الله أول يوم العيد نستقبله الفرحتين فرحة كبول الأعمال وفرحة مغول الطاعة وفرحة الفوز لمنتخب مصر إن شاء الله وأنا مش مبالغ إذا قلت أنه في حالة من التفاؤل حالة من إصدقة لمتناها النهاردة وشهر نتابع تدريبات المنتخب من بلعب أحمد أرينا في مدينة جروزني عاصمة الشيشان أنا وزميلي العزيزين إبراهيم البنيف ومحدود صبري يمكن كل البحضيين المصددين اللي حارفنا على إحسانيدي نتابع تدريبات المنتخب ومعذكره حقيقة معذكر أكثر من مثالي يتفن بالهدوء يتفن بتوفر الإمكانيات بين الملعب وبين الفندق مقر إقامة المنتخب لا يزيد عن خمس دقائق مش الخدمات المتوفرة هنا الحقيقة من الإخوة الشيشان كبيرة جدا وكثيرة جدا والأهم منها الود والمحبة والاحترام ولا تلتقي بأحد هنا إلا ويدعو لمنتخب مصر ويدعو لمحمد صلاح وهي دي الأجواء اللي أعتقد لها مناسبة دا إنعكب بشكل كبير حياء على أداء المنتخب وعلى ثقة الجهاز الفني عليش اسمح لي أنه أقول لمشاهدينا مشاهدي قناة النادي الآخر ومشاهدي الكرة المصرية إن شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة محمد صلاح يكون يعني مشارك في مباراة أرجوية إن شاء الله دا اللي يعني الهولة هكتور كوبر هكتور كوبر كان عنده يعني ثقة لما فألنا عن مشاركة محمد صلاح فقال إنه هو متفائل جسا وقال إنه محمد صلاح شارك النهاردة في جزء من التدريبات كبيرة القدم وإنه إن شاء الله بإذن الله في تدريب بكرة اللي حيقام في الملعب اللي حيقام عليه المباراة حيتحدث ما إذا كان فيمشارك في جزء من المباراة أو من بدايتها دا معناه إن إن شاء الله بإذن الله تعالى مفاكته شده محسومة ولكن تبقى تقديرات الجهاز الفني بالطبع مع تقديرات الجهاز الطبي ما إذا كان فيستطيع أن يشارك في جزء من المباراة أم في المباراة من بدايتها وده إن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه بينعكس إيجابيا على أداء المنتخب فنيا وأيضا بينعكس على الخصوم لأنه طبعا وجود نجم كبير بهذا المستوى إن شاء الله بإذن الله تعالى بيدي دافعية فنية ومعنوية لجملائه وللجماهير وأيضا بينعكس على خطط واستعدادات الفريق المناهي بالفعل يا سسايم الحرارك وانت معنا كمان على الهواء يمكن بنعرض لعقاطات لمحمد صلاح في تدريبه مع على فكرة أقصائي التأهيل في نادي الفربولة الإنجليزي متواجد معايا لحظة بلحظة ويأكد فيها إن تشكيل المنتخب مش هيعلن إلا في ساعات قبل مباراة أورو جوي يعني هيعلن تشكيل المنتخب صباح الجمعة وبالتالي هو منتظر موقف صلاح وشبه محسوم الأمر بالنسبة له في مشاركة محمد صلاح في هذه المباراة تمام هو زي ما بقول حضرتك النهاردة كانت تدريب يعني تدريب عالي المستوى كانت فيه يعني حماس شديد جدا وكان فيه روح معنوية عالية وكان فيه شيء من الود الكبير بين اللاعبين المنافسة القوية تذيبات على المربع من مسافات وأبعاد من أبعاد مختلفة وزوايا مختلفة خد وقت كبير الحقيقة من اللاعبين النهاردة حضرتك بتتكلم على يعني عناصر كتير جدا جدا عندها قدرة على التنفيذ المنافسة ما بين الحرارات الثلاثة الحقيقة كانت منافسة قوية جدا والحقيقة الجانب الثاني حادث على أنه هو ما يبينش مين سيشارك من الفراس الثلاثة طبعا أحمد ناجي مدرب فراس المربع الحقيقة إذا جرعات تدريبية قوية والفراس الحقيقة شاركه في بعض التدريبات الجماعية النهاردة الفريق طبعا أدى تدريبه وانتقل إلى مدينة كيتنبرغ وإن شاء الله بالله تدريبه الأخير بكرة حيحدث بشكل كثير ملامح التشكيل حقيقة زيان بقول حرومك هنا في الشيشان وفي مدينة جروزني بنتمتع بأجواء متميزة جدا المستخب الحقيقة بيلقى كل الود وكل الخدمات وده اللي أكد عليه حتى المهامس إيهاب الهيطة قال إن من أول ما جينا إحنا اختارنا المكان ده لأنه الأقرب إلى الملعب لأنه في تدخيلات وخدمات كبيرة جدا لأنه الإخوة هنا في جروزني حارفين جدا جدا على تشجيع منتخب مصر وعلى أن هم يوفرونه كل الأجواء ويرفعوا من روحه المعنوية أيضا استثارة المصرية الحقيقة هنا في بقاستة وعن استثير إيهاب نصر عمل استعبادات وعمل نقطة كونسولية في كل مدينة من المدن اللي حيلع فيها المنتخب وحتى يعني هنا في جروزني طبعا في نقطة كونسولية المستشار أيمن موسى المستشار الإعلام الحقيقي على التواصل دايما معنا وفيه طبعا كونسول أحمد فعيد دايما بيطف على طول بالبعثة وبينا يعني زميلي طبعا عايزة أقول لحضرتك أنه كوبر أكد على صعوبة مبارات أورجوي بشكل كبير قاله عشر سنين عنده استقرار على الجهاز الفني عنده مهارات فردية عالية جدا عنده اتنين من أخطر اللاعبين في العالم سوارز وكفاني عنده طبعا قدرة على الانستجام بشكل كبير لكن ده دي كلها القواعد النظرية في كرة القدم الشيء العملي في الملعب ممكن يكون فيه شيء آخر ممكن يكون فيه مفاجآت وقال دايما كرة القدم فيها مفاجآت إحنا هنعمل كل ما لدينا هنقدم عقصة طاقتنا أنا واللاعبين لأنه مفيش حاجة هنقدر يعني نحققها للكرة المطرية أكتر من إحنا نساعد الجماهير إحنا مش بخصونا لأي حزر إن إحنا نساعد الجماهير في بداية مشواركة العالم اللي هو مسؤولية كبيرة جدا جدا علينا وإنساء الله بإذن الله إحنا هنلعب للفول يعني هو ده تأكيده إنه إحنا هنلعب علشان نكسب مش تلعب علشان حاجة طيب يا ربي بإذن الله نكسب أو حتى نخرج بنتيجة إيجابية في أولى المباريات طيب أستاذ عيما يعني السقة التفاؤل الحالة داخل معسكر المنتخب والتدريب النهاردة فيه ثقة فيه تفاؤل بالنسبة لمباريات تكاسي العالم وأولى اللقاءات أمام أرجوي ولا عدم وجود صلاح حتى في التدريبات الجماعية ثم إصابة يعني علي جابر وسعد سمير بكدمة في وجه القدم وغيبهم عن المران ده عامل حالة شوية مش كويسة جوة المنتخب يعني الحالة جيدة ولا الأمور دي إن شاء الله هتعدي على خير ويكون في استعداد جيد لمباريات شيء رجوية لا 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 اللي شفناه النهاردة زي ما بقول حضرتك اللي شفناه النهاردة وتابعناه كاملا الحقيقة النهاردة كان الجهاز الفني قرر أنه هو يعمل التدريب بأفوز أو يعني يدي أول ربع ساعة لكن إحنا اعتبرنا الثلاثة الصحافيين المطريبين اللي جينا جرزني الحقيقة المهام سيهاب لغيطة سمح لنا إن إحنا نعود نحضر باقي التمرين بس طبعا بدون تصوير وبدون أي حاجة إحنا خدنا يعني مع زملائنا تصوير في أول ربع ساعة وكده وبعد ونتظهرنا طبعا خارج الملعب لحين انتهاء التدريب وانتقينا مع كوبرت اللي شفناه بعنينا حماش جيد جدا 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 جوا الملعب روح وزية عالية جدا جدا منافسة قوية وفي نفس الوقت العناصر كلها والحمد لله سليمة سواء سعد سمير أو علي جبر أو كده كلهم شاركوا في التدريبات الجماعية وشاركوا بجدية وذلك يقول لحضرتك كان فيه وحمرح وكان فيه قوة في الأداء انت بتتكلم على بداية تاريخ جديد وكبير وعظيم لكل واحد فيهم واللي بيأكد عليه الجهاز الفني والإداري للمنتخب والبعثة الحقيقة كلها وإحنا عدنا في مارح طبعا لنعى الكافة لعطمع الفتاح رئيس البعثة وكان فيه طبعا لأخ محمد أبو الوفا الالتزام في المعافكر انتزام شديد جدا ما فيش أي يعني شيء ولو زر من محاولة الخروج كده أو كده معافكر منضبط بقول حضرتك فيه أجواء أمنية متوسرة حولين المعافكر الملعب قريض جدا جدا بيطل على الفندق فالحقيقة كل هذه الأجواء حتى لمسناها من هيكتور كوبر انتكان يعني في حالة معنوية عالية وحتى احنا كنا بنضعبه لما كنا بننتظره علشان يعمل الحوار فقال ادوني دقيقة ادوني دقيقة انا حط الأكريديتيشن كارت واجيلكم فانا حتى تحكت وصله طبعا نازم تعط الأكريديشن علشان نعرفك اذا كنت كوبر كوبر ولا مش كوبر الحقيقة كان بيتحك ومقصود جدا معانا زميلي حتى محمود صبري لما بيقوله حسابات مباراة الروسيا ولا السعودية بالنسبة لك اصعب فرح مطلع ورقة وقاعد يكتب 18 20 39 38 89 قالوا لا لا معانا صعبة جدا جدا من سترح تبها دلوقتي فالحقيقة كانت يعني لأصاب طريفا منه وتوضح انه الضغوط النفسية مش يعني طبعا المسئولية خلينا حد بالتحديد السؤولية الكبيرة وقع عليه مش يعني عملاله نوع من الرعب يفقده استقر فده الحقيقة اللي بيدينا شيء كبير من الاطمئنان تبقى في ساعات الباقية ان شاء الله بإذن الله ومسندة الجماهير الحقيقة المصرية العظيمة اللي هنا الموجودين المقيمين في روسيا أو اللجوم من مصر أو من دول أخرى الحقيقة لدرجة انهم وقفوا قدام مطار كتنبرج عشان يستقبلوا البعثة شعور مصري عظيم جدا الحقيقة زي ما قلت لحضرتك كل هذه النوافع ان شاء الله بإذن الله تنعاكس على أداء المنتخب وتكون فرحة كبيرة في العيد ان شاء الله بإذن الله سؤال أخير لو سزعيمان عدد ساعات السيام عندكم في روسيا أطول شوية من المدة في القاهرة وهل يعني طبعا لسه رؤية هلال شهر شوال هتكون بقرة بإذن الله يوم الخميس ممكن مباراة الجمعة ممكن تكون ختم برمضان بإذن الله عندك أو تبقى أول يوم العيد ان شاء الله تقضي العيد في روسيا ان شاء الله بإذن الله وانا عايز أقول لحضرتك احنا لسه حالا خارجين من أداء صلاة العشاء والتراويح في مسجد قلب الشيشان وبيعتبر يمكن أكبر مساجد أوروبا والحقيقة مسجد يعني فخم وفي مشاعر هي جميلة جدا كنا بنقدي الصلاة مع زميلنا العزيز المخرج الكبير الأستاذ عادل عرساوي الحقيقة اللي دلنا على المسجد والمشاعر هنا هي أجواء رمضانية جميلة يعني ما تحسش طبعا تسترق بيما بين مصر وما بين أي دولة تانية في أجواء رمضان لكن هنا الحقيقة قدنا صلاة العشاء والتراويح صلى العيد هنا يوم الجمعة بإذن الله تعالى كما ثابت فلكيا انه هنا يعني رمضان ثلاثين يوم المتمن ليه إن شاء الله بكرة عدد ساعات الصيام الحقيقة في موسكو وفي كتن برج الحقيقة طويلة جدا يعني يمكن في موسكو حوالي عشرين ساعة أو يعني أو يعني ساعة وشوية لأنه الفطار تقريبا عشرة لربع والإمساك اثنين اللي تلك الفجر فطبعا عدد ساعات طويلة جدا من الصيام طبعا نحقنا يوم واحد بس في موسكو لكن لما جينا على هنا الحقيقة زي رمضان زي رمضان في مصر بالضغط قريبا الفطار على ثمانية ربع بتوقيت ثمانية ربع والإمساك تنين ونص يمكن فرق ساعة زيادة في عدد ساعات يوم هنا في جروزلي فرق التوقيت ساعة لكن فرق التوقيت ما بين كيتنبرج والقاهرة حوالي ثلاث ساعات المطش حيكون إن شاء الله ساعة تنين بتوقيت القاهرة خمسة بتوقيت كيتنبرج وهناك عدد ساعات في الصيام نفس العدد ساعات في موسكو الفطار عشرة إلا ربع أو عشرة إلا عشرة بالإمتاك برضو حوالي ساعة ثانين إلى ثلثة أو ثانين إلا ربع أزم الفجر هناك يمكن عشنا على تواصل مع زمنا العديد الكاتب الصحفي الأستاذ وسام اسماعيل المنصق الإعلامي للبعثة ومستشار الإعلامي أو مدير الإعلام في اللحظة الكورة إحنا بنوالي بعض على طول بالاتصالات وبتبادل المعلومات وتبادل الصور وكده والحقيقة فيه تنسيق كبير جدا بيننا ومن بعض علشان نقدر نوصل للجماهير صورة وآداء منتخبنا في المهمة اللي احنا بنتطل عليها من يعني 24 سنة لأنه احنا من 28 سنة كنا في كاس العالم تسعيل عدنا طول 24 سنة الماضية نحاول إلى أن نجحنا الحمد لله أن احنا نكون في المنديال هذا العام إن شاء الله بإذن الله ونتمنى إن شاء الله بإذن الله كلنا مع الأيين نفرح بانتصارنا على أوركوي نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه نواصل وطبعا أداءنا قدام روسيا بشكل كبير برضو متميز مباراة مباراة تحضر باهتمام كبير جدا جدا مباراة مصر وروسيا من الجاليات حتى العربية اللي هنا نهاردة كمان مع راشح حضرته وتروالته خبر التصويت على اختيار ملف الثلاثي لتنظيم كاف العالم عشرين ستة وعشرين ويمكن إخواتنا في المغرب محلفهم شي للحظ نقول لهم هارد لك قدمتوا يعني جهد كبير جدا حاولتوا كان فيه الحقيقة موقف مصري مشرف ومحترم بالتصويت لصالح الملف المغربي وتأكيد على المسان المصرية للملف المغربي عكس ما كان بيشاع من بعض يعني اللي بيحاولوا يصدروا الإحباط أو يصدروا الفرقة لأنه كان صارت الشعاعات الحقيقة في الشهر الماضي حوالين الموقف المصري لكن الحمد لله النهاردة مصري بتؤكد موقفها المعلن بمساندة المغرب ويمكن طبعا التصويت انتشف وإرسيفة أعلن مين اللي كان مع الملف المغربي ومين اللي كان مع الملف السلاثي دي عموما اختيارات نتمنى أنها تنعكس على العلاقات لكن نقول إخواتنا في المغرب معلش هارد لك وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه فرصة أخرى إن شاء الله إن شاء الله سيد عيمان بدر أنا بشكرك شكرا جزيلا وبكل التوفيق يا رب ليكو خلال الفترة القادمة